لم يشهد العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003 صراعا بين القوى السياسية أشد مما مر به عام 2022 الذي أظهر خفايا الخلافات السياسية والحزبية على الساحة وأخذ أشكالا متنوعة كادت أن تطيح بالعملية السياسية عندما تدخلت بندقية الميليشيات في إعطاء السلطة للأقواء وضمن هذا المخاض المشوه ولدت حكومة السودان حاملة معها تركة فساد ثقيلة وعلى أرضية مضطربة سياسيا وأمنيا آخذة على عاتقها إفراد ميليشيات الإطار بالسلطة المطلقة عبر ضرب الخصوم تحت ذريعة مكافحة الفساد وإعادة التوازن للتبعيتين الأمريكية والإيرانية ورغم الاستقرار الهش الذي حاولت حكومة السودان فرضه بقوة الميليشيات التي تدعمها إلا أن هذا الاستقرار معرض للانهيار مفجرا واقعا أشد خطورة مما كان عليه سابقا فما إن تم تشكيل الحكومة حتى بدأت الخلافات تظهر مجددا ليس بين الكتل المتحالفة فقط وإنما داخل الكتل نفسها ولا سيما بين أقوى الكتل الإطار التنسيقي حيث يشهد هذا الجسم السياسي صراعات بدأت تتصاعد بين جبهة قيس الخزعل وعمار الحكيم من جهة وجبهة نور المالكي من جهة أخرى كذلك الكتل الكردية تعيش حالة صراع مشابهة بين حزبي بارزاني وطالباني وينطبق ذلك الصراع على الأطراف السنية أيضا كما لا يخفى على المتابعين أن مقتدى الصدر لم يخرج من اللعبة نهائيا ولديه أوراق يمكنها أن تعيد المشهد إلى لحظة التعقيد الصراع السياسي الحالي يغذيه الطراب الأوضاع الأمنية والتقلبات الاقتصادية التي انعكست بشكل سلبي على غالبية الشعب العراقي ما رفع معدلات الفقر والبطالة وزاد من حدة التظاهرات الداخلية لتصبح العملية السياسية جاثمة على فوهة بركان لا محال من انفجاره نهاية الأمر ترجمة نانسي قنقر